الأرقام المميزة جداً اللي عملها الكابتن مجدي السنة اللي فاتت معنادي فاركو في دوري الممتاز به لعب 30 مباراة فاز في 19 وتعادل 7 وخسر 4 مباريات وسجل 57 هدف واستقبل 19 هدف يا جماعة الأرقام دي بالنسبة لدوري الممتاز به أرقام مميزة جداً ان انت تخسر 4 ماتشاط بس وأنا بقول لكم ان فيه ماتشاط في الممتاز به أصعب كتير من ماتشاط الدوري الممتاز كابتن مجدي تقولي يا الأرقام دي طبعاً حاجات فريق الأكثر فوزن فريق الأكثر فوزن بين 3 مجموعات منصفة مع حرس الحدود ومنافسة شرسة وتساوي في النقاط مع حرس الحدود فريق الأكثر تحقيقاً للنقاط بين 3 مجموعات 64 نقطة منصفة مع حرس الحدود فريق الأكثر تسجيناً للأهداف 57 هداف آآ آآ يعني تاني أقل فريق تعرض للهزيمة إزاي كابتن مجدي قدرت توصل لأرقام دي؟ والله التوفيق ربنا وشغل اللعيبة يعني مش أكتر ان احنا زي ما قلت لك حفظت على السيستم وعلى القوام وعلى طريقة اللعب وقدنا نعمل 8 انتصارات مدتالية دي قدت روح كويسة جداً للعيبة وبست عندهم روح إن إن إحنا راحين لمكان سليم أو إن إحنا راحين إن شاء الله بإذن الله للصعود لكن الأساس هو اللعيبة وتوفيق ربنا لإن هو ده اللي كان موصلنا للأداء ده الحمد لله بفضل ربنا اللعيبة طمام إيه أكتر حاجات علمتها من كابتن مختار مختار؟ لا والله بجد مش كلام حاجة كتير قوي قوي يعني أولاً هو راجل يعني زي ما أنت كنت بتتكلم كده هو راجل ما بسيبش ولا صغيرة ولا كبيرة في شغله بياخد بالأسباب في كل حاجة يعني محب جداً جداً لشغله وممكن يجي على بيته وعلى أهل بيته وفي نديجة شغله عنده التزام تجاه العمل وبشكل جيد من درس الحمد وبعدين كمان انت عارف إن الكرة فيها ظلم هو بيراعي جداً الحيطة دي في إن هو ما يبقاش ظالم في الكرة أو بمعنى أصح أي حد بيشتغل وبيكتهد بيحاول إن هو يديه فرصة بيحاول إن هو يطبق العدال على الفرد عايزي أعرف منك التشكيل التاريخي لمبتخب مصر في رأيك كابتن مجدى عبدالعاطي بس بشارع عشان هكتبوني ماشي كابتن عصام الحضري كابتن عصام طبعاً ألف مبروك عصام الحضري يعني مدرب حراس المرمى الجديد لمنتخبنا ومبروك لكل جهاز المنتخب مصر الجهاز المحترم سيبوا سيبوا مشوش كلا كابتن إبراهيم حسن فيه فيه الغزال لا إبراهيم حسن باكرايت هو الغزال أه هو اسمه الغزال ماشي كابتن إبراهيم حسن سر دمكين كابتن هاني رمزي كابتن رمزي دربك رمزي ها دربني في إمبيو اه هنا كابتن وقل جمعة أنت تكتب كده للعايبة؟ نعم خط دكترة اه خط دكترة من الاعب اكثر دا قل جمعة كابتن أحمد رمزي كابتن مجدي عبدالغاني كابتن مجدي طوعاً كان لعايب كبير كابتن محمد شوئي وش اميش ابو طريكا مبروك شوئي كابتن شوئي مدرب منتخبنا منتخبنا في الجهاز الجديد كابتن محمول الخطيب صلاح كابتن حسان حسن حسن اللعبة بتفتير اخدتك كده؟ ما انا بحاول يعني طبعاً تشكيل طبعاً فيه لعيبة عظماء طبعاً فيه لعيبة انا طبعاً مبروك الوقت الجمعة انا اسف ان انا انسيتها اقول طبعاً مدير المنتخب من المنتخبين ان شاء الله وهو كابتن ديالسايد برضو كلهم حدقين ان شاء الله متفاعل خير للمنتخب مصر؟ باذن الله يعني طبعاً الظروف اللي عدت الفاتد دي او النتيجة او الاداء النتاج برضو شايف ان هي مش كارسية لكن الاداء اللي كانت صعب شوية فراق كابتن حسن بدل اتظلم ولا كان قرار طبيعي؟ شايف يعني اتظلم اه يعني اه هو ما كانش فيه احسن اداء النتاج انا شرفها مش كارسية لكن الوقت والظروف بس هو برضو عشان ابقى دقيق برضو هو ظلم نفسه ظلم نفسه في ايه؟ ظلم نفسه في عدم التجمعات في عدم المبارات الودية الكتير عشان يحصل التجانس ده في التوقفات اللي كان بيستغنعنا يعني انا بشايف ان هو برضو جيه على نفسه عشان الدور يكمل وعشان حاجات كده لكن في النهاية جد على غير مصلحته يعني لكن كان لازم التغيير لكن ان شاء الله بتمنى التوفيق المدير الفني الاجنابي ومعاهي الجهاز المعاون على اعلى مستوى ان شاء الله ربنا يكتبنا التوفيق بإذن الله ويحققنا الهدف وصول لكاس العالم بإذن الله فقط ان شاء الله كابتن مجدي المدير الفني اللي فارقه صديقي العزيز بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك التوفيق ان شاء الله بإذن الله